التقى سفير بلادنا لدى جمهورية النمسا هيثم شجاعدين مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية النمساوية السفير الدكتور توماس نادير وأكد السفير هيثم شجاعدين حرص الحكومة على إنهاء معاناة مدنيين في محافظة الحديدة من الانتهاكات المستمرة ضدهم من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية مشيرا إلى أن الحكومة والتحالف العربي لدعم شرعية ملتزمون بقواعد الاشتباك والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيا بزرع الألغام الأرضية والبحرية ولفتة إلى أن الميليشيا الإنقلابية حولت ميناء الحديدة إلى منصة لإطلاق العمليات الإرهابية ضد الملاحة الدولية وبؤر لتهريب السلاح القادم من إيران لاستهداف المواطنين اليمنيين ودول الجوار كما تقوم الميليشيا بنهب المساعدات الإنسانية وحرمان أبناء الشعب اليمني منها من جانبه أكد المسؤول النمساوي على أهمية التوصل إلى حل سياسي بناء على المرجعيات الأساسية الثلاث وتجنيب اليمن المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان بناء على المشاهدة